السلام عليكم وإحنا في سنة عشرين تلاتة وعشرين لسه في ناس مش مقتنع بأهمية الـ Power Query ومش مديها التركيز الكافي رغم أن هما بيشتغلوا على الإكسل كتير وعندهم تسكات يومية اسبوعية شهرية وكمان بيحتاج أنه يعمل نفس التسكات بشكل متكرر حقيقة Power Query ممكن تغير حياة الناس دول ولكن محتاجين نحاول ننبههم لأهمية الـ Power Query وإيه هي استخداماتها المختلفة عاملين النهاردة مثال على الموضوع ده متكلم عن تسكات محددة صحيح اللي هي تجميع مجموعة من الإكسل فايلز جوه فولدر واحد وحنشوف إزاي ممكن نحطهم كلهم البيانات اللي جواهم طبعا جوه إكسل شيت واحدة ونعمل عليها بعض التقارير وكمان هنشوف قدية الموضوع ده بسيط وممكن تحديثه بشكل تلقائي لما تجلنا بيانات جديدة لكن الفيديو كمان هيكون مقدمة كويسة قوي للـ Power Query هتاخدك من منطقة أنت لسه مش عارف خالص عن الموضوع لحد درجة كويسة جدا ممكن تخليك تشتغل على الـ Power Query بشكل عملي وعشان كده الفيديو طويل نسبيا هننفذ المثال بتاعنا على خمس خطوات الخطوة الأولى هنقوم بتجميع البيانات من مصادر المختلفة الخطوة الثانية هنقوم بعملية تجهيز للبيانات الخطوة الثالثة هنعمل تلخيص للبيانات دي لأنها هتكون كتيرة قوي على تقارير بتاعنا فهنعمل لها شوية تلخيص الخطوة الرابعة هنعمل تقارير بطريقتين هنشوف طريقتين ممكن نعمل تقارير مختلفة من الـ Detail اللي جات لنا دي والخطوة الأخيرة هنشوف لما تيجي بيانات جديدة أو Excel Files جديدة جوه نفس الفولدر إزاي بيحصل تحديث للكويري بتاعتنا وللتقارير بتاعتنا بشكل تلقائي لو عجبك الموضوع وحس أنت مهتم بالPower Query أكتر في نهاية الفيديو هقول لك إيه الخطوات الجاية اللي ممكن تعملها تعال بسرعة نشوف المثال مع بعض الشركة اللي بشتغل فيها بتشتغل في مجموعة من المحافظات زي سكندرية والقاهرة وبرسعيد بيانات المبيعات لكل ستور بتتجمع في Excel Sheet وبعد كده الستورز كلها مع بعض بتتجمع في فولدر واحد اسمه Sales Data والمطلوب أن نجمع البيانات اللي موجودة في التلاتة وركبوكس دول جوه Excel Sheet واحدة وأعمل عليها بعض التقارير تعال نفتح أول واحد وليأكل مثلا Alex Store ونتفرج على شكل ديتل اللي جوه زي ما انت شايف أول سطر فيه الهيدرز ومن السطر السادس عندي جدول فيه مجموعة من الأعمدة الديت اسم المنتج الستوف اي دي واسم البياع الاتنين مع بعض في نفس الكولوم باكية الكمال مباعة والبرايس أو السعر وبعد كده الخصم أو الديسكاونت البيانات دي بتاعت سنة كاملة 2018 تبدأ في يناير تنتهي في ديسمبر التلاتة وورك بوكس زي بعض بالزبط كل واحدة فيهم فيها شيط واحدة والاسم ثابت دايما اسمه سيلز ديتا هنقفل الفايل ده وهنبدأ من اكسل وورك بوك جديد خالص هنروح على الربن اللي اسمه ديتا على الشمال فيه سكشن اسمه جيت ان ترانسفورم ده اللي بيسموه الباور كويري حبدأ من الشمال من جيت ديتا بعد كده فروم فايل هلاقي تحت خالص حاجة اسمها فروم فولدر هاختار الابشن بتاع فروم فولدر هعمل براوزنج لحد ما وصل لاسم الفولدر هاختاره واقوله اوبن هيفتح لي بريفيو للمحتويات اللي موجودة جوه الفولدر وعندي ثلاثة اكسل شيتز اليكس وكايرو وبرسعيد كلهم اكسل فايل باين جدا من الاكستنشن بتاعهم الاكشنز موجودة تحت ممكن اعمل لود لو عملت لود على الوضع الحالي ده هيعمل لود للجدول اللي قدامك ده يعني هجيب لي البيانات المرتبطة بكل فايل من الفايلات دي لكن انا مش عايز كده انا عايز الديتا اللي جوه الفايلز دي بي محتاج اعمل حاجة اسمها كومباين طيب كومباين عندي كزا اوبشن لو انت متأكد من الديتا كلها مش بحاجة تعمل فيها اي تغيير حتدوس كومباين اندلود ده مش الوضع بتاعنا احنا محتاجين نعمل تجهيز للديتا او ترانسفورميشن للديتا يبقى هعمل كومباين انترانسفورم هيفتح لي الكمباين فايلز ديالوج بوكس واول حاجة هيقول لي فين السامبل بتاعك انا عايز فايل واحد من جوة الفولدر ده عشان يبقى السامبل او الجايد او الدليل اللي هشتغل عليه فممكن با دفول يبقى فرست فايل اللي هو Alex Store وممكن اختار اي واحد من الثلاثة بس انا اوكي بالنسبة الفرست فايل تحت ادي اسم الشيط اللي موجودة الشيط الوحيدة اسمها سيلز ديتا لو اخترتها هتلاقي على المين بريفيو للديتا ادي سطور الفاضية ومن هنا بيبدأ الجدول و ادي الستة كولومز بتوعي يبقى انا كده ممكن ادوس على الاوكي هيفتح لي الpower query editor وتاع نبدأ باننا هناخد فكرة ايه هو الpower query editor على اليمين حاجة اسمها الquery settings مقسومة جزئين الجزء اللي فوق في اسم الquery هو اخد اسمها automatic من اسم الفولدر ما عنديش مشكلة مش هغير اسمها sales data اسم كويس بعد كده حاجة اسمها applied steps دي كل الخطوات اللي نفذها علشان يوصل للشكل اللي موجود قدامنا دلوقتي وكل خطوة حركة هتعملها هي كمان هتتسجل وهيبقى عندك لستة من الخطوات ليه بيعمل كده لانك لما تيجي اتدخل data جديدة هيرجع ينفذ نفس الخطوات دي على data الجديدة اسمي الخطوات بتتم بشكل automatic لكن انت ممكن تغير اسم الخطوة وتقدر تمسح اي خطوة انت مش عايزها عن طريق ال x اللي بتظهر وانا بعمل hover جنب كل خطوة من دول كمان هتلاقي حاجة اسمها ال wheel ودي ممكن تستخدمها في بعض الخطوات مش كل الخطوات مش كل applied steps ممكن تستخدم فيها ال wheel واستخدامها انك بتعدل في الخطوة دي او بتغير فيها على الشمال اسامي كل الكويريز اللي موجودة في ال workbook اللي انا واقف عليه خد بالك احنا عاملين كويري واحدة اسمها sales data ولكن عشان احنا طلبنا منه عمل مجموعة كبيرة من الكويريز وال parameters وال functions علشان يستخدمها ويوصل للشكل النهائي اللي موجود هنا طبعا فوق في مجموعة من ال menus عندنا home transform وadd column وview مش هتكلم عنهم بالتفصيل هنستخدم بعض ال options اللي موجودة فيهم واحنا بنشرح المثال فيه هنا حاجة اسمها formula bar بالضبط شابه formula bar اللي موجودة في ال excel كل خطوة من دول بتتم عن طريق كود بيتكتب هنا لما بتعمل اي action على data عن طريق ال menus دي وبيانتج عنها خطوة جديدة وكمان بيتكتب سطر جديد من الكود موجود هتلاقي قدامك في formula bar مش بحتاج تكون بتكتب كود لان كل الخطوات اللي هنعملها هتكون موجودة already في الانترفيس يعني هاختار بعض ال options دي هيتم automatic الخطوة اللي احنا عايزينها والكود هيتكتب بشكل تلقائي في النص عندي ال preview بتاع data شكل ال data اللي موجودة لو بس تحت هتلاقي عندي 7 columns وكمان عندي 9999 يعني اكتر من 1000 رو لكن ال preview اللي قدامك ده بيقف بس عند اول 1000 رو المكتوب هنا column profile based on top southern rows طيب الجدو البتاع كان فيه ستة column ليه بقى فيه سبعة column هنا واقف عادتها المجمعة وحتلاقي اول column اسمه source name وهنا اسم الفايلات يعني معنا كده data هتلاقي عندك ادي اتنين store بس بيقول لك may be incomplete لو قلت load more هتلاقي قدامك التلاتة stores بتوعك معنى كده ان data بتاعت التلاتة stores already حصل لها تجميع طيب انا مش مبسوط من شكل ال data كده وعايز اغير فيها شوية هعمل ايه احنا زي ما اتفقنا في الاول الدينار اختارته ده الكس اللي اختارنا في الاول موجود في query مستقلة بس اي حاجة هغيرها هنا هتتغير في query التجمعية اللي اسمها sales data هتلاقي على يمين في بس خطوتين واحدة اسمها source والتانية اسمها navigation مجرد بس انه اختار الفايل اللي انا عرفته له لكن هنشتغل دلوقتي على transform sample file ده هنعمل تغييرات علشان بعد كده تسمع في الكوير النهائية اللي احنا اخد منها الoutput اللي اسمها sales data اول حاجة عايز اتخلص من النالز اللي موجودة في الاول عايز تخلص من اول خمس سطور عشان اعمل كده وانا واقف على home ribbon هلقى حاجة اسمها reduce row حاجة اسمها remove rose لو اخترتها هتلاقي حاجة اسمها remove top rose اول ما تختارها هيفتحها dialog box هقوله انا عايز remove خمسة rose from the top يعني من فوق عايز اشيل خمس صفوف هدوس على اوكي فعلا شال دي اول خمس صفوف طب الحاجة التانية اسامي column 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 انا عايز السطر اللي تحتيق هو يكون الheaders يبقى وانا واقف برضو على home هروح على حاجة اسمها transform وهاستخدم use first row as a header هتلاقي على طول السطر الاول طرع لفوق بقى هو column headers تعال نبص بقى على applied steps الخطوات المسجلة زاد ثلاث خطوات انا عملت اتنين منهم remove top rows شلت مجموعة من ال rows فوق وبعد كده عملت promote للheaders بعد كده هو الواحد وعمل change type انا مش محتاجها دلوقتي يعني ايه change type يعني يزبط لي types بتاعت ال columns بص هنا الرمز بتاعت type فهنا التاريخ شافوا تاريخ عمل لك calendar يبقى ده مع انه تاريخ لو دوست على الايكون ده هيبقى عندك كل اختيارات data types هو بيعمل كده بشكل القائف بعض الاحيان لكن انا مش عايزها دلوقتي هعملها في الاخر خالص فعايز اشير الخطوة بتاعت change type دي يبقى حدوس على red x وانس اني عملت كده ببص على data type هتلاقيه abc تحتية وان تو تري ودي بيسموها any data type لو رحت على transform من الhome ribbon هتلاقي data type دلوقتي اسمه any وممكن برضو من هنا تختار ال data type اللي انت عايزه هنسيبها دلوقتي وفي الاخر هنهتم بموضوع data types طب انا محتاج اعمل ايه تاني انا الوقتي عندي stuff id والname لاتنين في نفس القولم محتاج افصلهم عن بعض هختار القولم ده وعايز اعمله split برضو من الhome في حاجة اسمها split column هختارها هختار buy delimiter هيفتح لي ال dialog box هيقولي ال delimiter space هو الواحد وحاس ان فيه space لكن عندي space وشارطة و space تاني يبقى ممكن اختار custom واختار ال delimiter space dash space واختار خد بالك ممكن left most delimiter يعني مرة واحدة بس من الشمال او مرة واحدة من اليمين او 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 انا في الحالة بتاعتي مش هتفرق اها موجودة مرة واحدة فممكن انا سيبها وادوس على اوكي هتلاقي لي فاصلي فعلا في two columns add the stuff id وadd the name كل واحد بقى في column خد بالك كمان بقى فيه خطوة اسمها split column بعدها برضو change type خليني برضو اشيلها هعملها في الاخر مرة واحدة دلوقتي ممكن اضبط اسامي ال column الجديدة فده ممكن نسيبه sales rep والتاني ممكن نسميه sales rep خش على اليمين محتاج اضرب quantity في 1 minus discount اعمل كده ازاي هختار اول واحد وادوس على shift واختار الاخير كده اختار الثلاثة هروح المرة دي على add column هلاقي حاجة اسمها from number حاجة اسمها standard هختار multiply هيدرب لي الثلاثة في بعض وزود خطوة اسمها insert multiplication واد جديد ظهر في multiplication خد بالك انا كنت عايز اضرب quantity في price one minus discount لكن هو ما عملش كده بالزبط هو ضرب التاتف بعض على طول فمحتاج اعمل تعديل في الخطوة دي اتفقنا ان الويل او شكل الترس ده لو دوست عليه ممكن اعدل في الخطوة هنا هدوس على الترس ده هلاقي custom column dialog box محتاج اعمل هنا حاجتين اول اغير اسم column لان multiplication ده اسم غير معبر فحسميه revenue وحاجي تحت حلقة الفورملا اللي استخدمها list dot product معناها ايه ضرب تات حاجات في بعض الاولاني quantity تمام التاني price التالت بقى في discount هحط قبليها قوس one minus وبعد كده اقفر القوس بعد كلمة discount ودوس على اوكي يبقى كده الفورملا دي مظبوطة وكمان اسم الهيدر اتزبط نرجع على الشمال خالص حتاقي column date انا مش محتاج يبقى report بالdate في حاجة ده بالايام انا محتاج report بالشهر وبالسنة يبقى ممكن من date اطلع المعلومات اللي انا عايز ها وانا مختار برضو add column هلاقي حتة اسمها from date and time هاختار الايكون بتاع date وحقول لو سمحت عايز year وهاختار منها year هيزود لي column على يمين اسمه year مفيش مشكلة ارجع اختار تاني date هروح على date المرة دي هقول month وهاختار منها name of month وانس اني اخترتها هلاقي على يمين column اسمه month name خد بالك وداني full name january مكتوبة بالكامل لكن انا عايز بس اول 3 حروف من اسم الشهر مفيش مشكلة هاختارو هارجع تاني على transform خد بالك ان transform وadd column فيهم حاجات متشابهة كتير transform هتغير الديتا جوه الcolumn انت شغال عليه لكن add column هتعمل التغيير في column جديد انا المرة هغير من نفس column هاختار transform هروح على حاجة اسمها text column هلاقي حاجة اسمها extract هقوله لو سمحت عايز first characters هدوس عليها هقوله عايز اول 3 characters وادوس اوكي في هنا january اختصارها jan خلاص انا كده تمام ومن الفلتر هتلاقي اعمل كده في كل الشهور دلوقتي انا اضفت كل ديتا انا عايزها وعملت كل الحسابات اللي انا عايزها في بعض الكلومز دلوقتي انا مش محتاجها او بمعنى ادق انا محتاج بس مجموعة معينة من الكلومز تعال نختارهم ونشوف هنعمل ايه انا محتاج السنة هدوس control محتاج month اختارتوا برضو معايا تعال نروح على الشمال انا اختارهم بالترتيب مش محتاج الdate ولا اسم ولا محتاج السيلز راب محتاج الكوانتطي مش محتاج الترايس ولا ديسكاون لكن محتاج الريفنو انا اخترتهم بالترتيب اللي انا عايزهم يظهروا به بعد كده وانا مختار الكلومز دي هعمل رايت كليك وقال ريموف اثر كولومز وانس اني عملت كده شال كل الكولومز التانية وسبلي الستة كولومز المرة دي هروح بقى على السيلز ديتا ولو اخترتها هتلاقي اني شكلها بايز بزي انت شايف كده ليه بسبب برضو تشينج تايب موجودة في الاخر دي لانه عشان يعمل تشينج تايب تعال هتلاقي انه كان تشينج تايب لكلوم وان وكلوم تو وكلام ده كله واخن غيرنا كلام ده كله فبالتالي لو بس ده ده تايب دي هتلاقي الكوير رجعت اشتغلت وحتلاقي كل التشينج اللي عملناها هناك ظهرت واضاف عليهم كمان الكلم اللي هو بيزوده اللي اسمه source name وده اول تغيير عايز اعمله هنا بدل كلمة source name دي ممكن اخليها store name وهدوس enter ادي خطوة جديدة ضافت renamed column كمان اسم store بعد دوت xlsx وطبعا ده اسم الفايل فانا محتاج بس استخرج الجزء اللي قبل الدوت وانا مختار الكلوم هروح اترانسفورم برضو extract المرة هقوله text before delimiter ودلمiter بتاعي الدوت وحدوس على ok فكده اسم store الضبط فاضل لي بس حاجة واحدة ان انا مش محتاج المعلومات اجمع مع بعض مش محتاج كل التفاصيل دي عشان اعمل grouping محتاج احتفظ بالstore name والسنة والشهر والsales rap بعد كده وانا واقف على transform او حتى من هوم هلاقي حاجة اسمها group buy هستخدمها حاليا عطوه كتاب لي store name year month sales rap معنا تجميع الاربع حاجات دول وكل الكلوم ستتبقى معايا طب انا محتاج اجمع ايه اول حاجة محتاج اجمع ها quantity فمحتاج اسمي column جديد وليكن qty اختصار quantity محتاج اعمل operation sum عايز اجمع والcolumn اللي انا هجمع منه هيكون column quantity بعد كده ممكن اضيف aggregation تاني المرة دي عايز اجمع revenue برضو هعمل operation sum المرة هجمع من الcolumn اللي اسمه revenue وادوس على اوكي هتلاقي يزود لي عمودين مكان العمودين الاصليين ودول التجميع وحتلاقي عهد الروس تقلص ب168 رو بعد اما كان اكتر من 1000 رو كده انا جاهز الخطوة الاخيرة ان اضبط دي type خد بالك هنا في بعض الcolum abc123 هاختار اول column ادوس على shift واختار الcolum الاخير هروح على transform عايز اعملهم كلهم مرة واحدة ممكن اختار حاجة اسمها detect data type اول ما هدوس عليها هيزبط لكل data types abc واضح ان هو text one two three معناها integer او معناها whole number زي ما انت شايف دي ارقام السنين لازم تبقى whole number الشهر والسال لاتنين text انا بتأكد ان كل حاجة تمام الquant ما فيهاش انصاص يبقى موجودة معادة revenue ممكن يكون في decimal عشان كده one dot two ودي معناها decimal دلوقتي الكويري دي جاهزة ممكن اعمل لها load هروح على home وحقول close and load اول ما هعمل كده فتح شيد جديدة سماها sales data ده اسم الكويري وحتلاقي ادي التابل بتاعك ولو دوست هنا هتلاقي كل stores وهنا السنة وكل حاجة ماشية بشكل هايل وطبعا ده التابل ده linked للكويري اي تغيير في الكويري هيغير عطول في التابل ده بمجرد ما اعمل refresh على يمين هتلاقي كل الانترميدية اللي كان عاملها كلها فولدر اسمه transform file from data sales لو قفلتهم هتلاقي عندك بس other queries موجود فيها sales data بتاعت حضرتك لو الشكل ده مش عجبك مفيش مشكلة خالص ممكن تختار اي cell وتروح على table design ممكن تختار حاجة خفيفة زي اللي موجودة هنا ممكن كمان وانت على table design تشيل banded rose خلينا كمان نشيل filter button كده ممكن احاول اعمل حاجة تساعدني ان انا قسم ال data دي فاللي ممكن اعمله برضو من table design هروح على insert slicer ممكن اختار slicer listore واختار slicer تاني للمنث name وادوس على ok هتلاقي عندك اتنين slicer واحد للstore واحد للمنث لو لونهم مش مناسب ممكن تختارهم مع بعض وتروح من slicer rappen وتروح تختار اخف حاجة ولكن الرمادي كده ممكن اتفرج على alix store ممكن اختار شهر يناير ادي اسامي sales rep واده الكميات اللي اتبعت واده revenue لو عايز شهر فبراير لو عايز شهر مارس لو عايز كل بس شهر معين برضو مفيش مشكلة بيتحكم فيها بشكل هايل من خلال slicers لحد كده المهمة الاصلية بتاعتي انتهت جمعت كل الديتا في فايل واحد وعملت transformation وزبطت الدنيا بالشكل اللي انا عايز شوفه كمان عندي طريقة سهلة اتفرج بيها على الديتا لكن انا عايز اعمل اكتر من كده انا عايز اعمل تقرير يوريني الديتا بشكل احسن وقدر افهم تفاصيلها بشكل ادق واسرع ممكن اعمل كده بمنتهى سهولة وانا اختار التابل بتاعنا برضو تابل ديزاين على الشمال سامارايز وست بيفوت تابل هقول نيو وورك شيت ودوس على اوك هيعملي شيت جديدة وآدي البيوت تابل اول حاجة هتدي له اسم وليكن مثلا وانا اختار البيوت تابل ادي البيوت تابل وتاعنا اعمل ريبورت سريع جدا كل اللي هعمله هحط المنت نيم في الروز وحاخد الريفنيو هحطها في الواليوز وآدي ساماري شهري لكل الريفنيو من كل هختار اول سيلف النومبرز ونومبر فورمات هختار من غير ديسيم وادوس على اوك كمان انا محتاج هختار pivot وممكن اختار حاجة زي line chart علشان انا بشوف monthly trend وحدوس على اوك ادي الشهور تحت واد اللاين بيبين المبيعات الشهرية ممكن سريع هشير title هشير legend الbutons دي ممكن الغيها هختار اي واحد فيهم right click وقال لو سمحت hide all fields button on the chart ممكن كمان اشير y axis واشير نظبطه بالزبط جنب table بتاعنا مش كده بس انا ممكن اضيف slicer عشان اتحكم في filtration بتاع pivot table والpivot chart لاثنين مع بعض وانا مختار pivot table هروح على pivot table analyze وهقول slicer هختار slicer للsales rep وهختار slicer تاني للstore name وادوس على اوك دلوقتي ممكن عن طريق slicer دي اتحكم ممكن اختار alix add trend alix وادئ اسامي الناس اللي بتشتغل في alix الباقيين موجودين لكن dimmed لو اخترتهم هيتديني blank انا مش عايز كده فممكن remove filter وعايز دول يختفوا هختار slicer نفسه وروح على slicer slicer وقال له hide items with no data ممكن نعمل نفس الكلام في slicer التاني بسرعة دلوقتي اقدر اختار slicer rap معين يبقى دي الناس بتوع store iskendria دي المبيعات الشهرية بتاعتهم وده trendline بتاعهم ممكن اشير الفلتر اختار cairo add cairo على بعضه وممكن اختار اي حد اللي بيشتغله في cairo لوحده ونفس الكلام بالنسبة للstore التالت اللي هو store pour side تعال نعمل formatting سريع ونشوف شكل يعمل ازاي ادي كده شكل بتاعي عندي كل sales reps وعندي stores لو اختار store يظهر لي بس sales reps بتوعه اقدر اكلير filter ممكن اختار اتنين store مع بعض لو عايز عن طريق control وممكن اختار اكتر من sales rep مع بعض برضو عن طريق ان ادوس على shift فاختار range او ادوس على control اختار حتى اتنين بعيد عن بعض ديتا بتاعتي جاي من اماكن كتير قدرت احطها في short 1 و pivot table 1 وكمان عندي الشتة التانية ممكن اتفرج على ديتا بشكل ضريف جدا طيب هيحصل ايه لو حبيت اضيف بقية stores انا بشتغل في محافظات كتيرة دلوقتي جمعت من 3 محافظات طيب لو جات محافظة رابعة ايه اللي هيحصل هل محتاج عيد كل الشغل ده ايه اللي هيحصل بالزبط تعال نشوف مع بعض اخيرا الجماعة بتوع store sways بعت لنا data بتاعتهم ادي الفايل هختار control x هروح على folder بتاعنا و control v كده بقى عندي 4 فايل 4 stores alex و kairu و prosaid و هتلاقي عندك slicer بتاع store name z sways لو اخترت add store sways ممكن اختار اي شهر هنرجع على pivot table هقف على pivot table right click و refresh كمان store بتاع sways زاد هنا ممكن اختار store sways ممكن اختار اي sales wrap من store sways اي اللي حصل حصل update و once اعملت refresh كل الخطوات اللي كنت عمل save اتكررت بالزبط على الفايل الجديد وتجمعت ال data واي فايل بشرط يكون بنفس الفورمات بالزبط لو تحط جوه نفس الفولدر هتم معي نفس الخطوات وهيتجمع وهيتعمله summary بنفس الطريقة بالزبط لو اقتنعت باهمية power query وحسنة ممكن تساعدك في شغلك انزل تحت الفيديو في صندوق الوصف هتلاقي تقدم جدا بنائش اكتر من 17 موضوع واكتر من 20 مثال عملي كمان لو انت مهتم بالdax والpower pivot والpower bi هتلاقي لينك تاني المحاضرة الاولى من دور التحليل البيانات باستخدام ادوات ماكروسوفت الذكية مركزة على الexcel والpower bi بتبدأ من الexcel وبتشرح power query بتشرح dax وبتشرح power pivot وبتاخدك في اخر كزا محاضرة للpower bi المحاضرة الاولى بتكون مجانا للناس كلها متاحة المحاضرات من 2 لحد 12 بتكون متاحة بس للمنتسبين في القناة اتمنى تكونوا استفدت وشكرا جدا لوقتك والسلام عليكم